موسيقى تمام الخامسة ونصف اهلا بكم مشاهدين الى هذا الموعد الاخباري وتتابعون في بعض الحظات انطلاق حملة التلقيح ضد مرض الحصبة بمراكز الصحة الاساسية بقفصة لتأمين الاطفال ضد هذا المرض النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي سبب مباشر لعديد الحوادث القاتلة يطرح بقوة ضرورة ايجاد خلول ردعية موسيقى طعطل مصالح جمعية رعاية القاصرين عن الحركة العضوية باسفاق نتيجة خلاف بين رئاستها وادارتها يثير غضب مجموعة من ذوي الحاجية الخصوصية موسيقى مرحبا مجددا نستهل النشر مشاهدين امنيا حيث سرح وزير الدفاع الوطنية عبدالكريم زبيدي بانه تم تفطن الى عبور مجموعتين مسلحتين الحدود البرية والبحرية التونسية الليبية بعد ان تمكنت البحرية التونسية الاربعاء الماضية من ايقاف زورقين مططين حول عبور الحدود البحرية وعلى متنهما احد عشر جنسيتهم اوروبية وجوازاتهم ديبلوماسية قادمين من ليبيا ثم تم تسليمهم للصولة المعنية بعد انتزاع السلاح والذخير التي كانت بحوزتهم وزير الدفاع الوطني افاد ايضا ان مجموعة مسلحة ثانية تتكون من ثلاثة عشر فرنسية اجتازة الحدود التونسية قادمة من ليبيا الاحدى الماضي تسريحات الوزير كانت على هامش يوم اعلامي حول الشفافية وارساء الحوكم الرشيدة بالمؤسسة العسكرية التونسية مجالنا الجوي وحدودنا البحرية وكلها مؤمنة بالرادارات والمراقبة ولهذا اقتل دخلوا الزوارقين هذوما المتطيع تم سمها تم رصدهم رصدهم وتبعناهم وصلوا حتى الجربة ظهروا وفهم مزود زوارق مقتلكم فيهم احداش احداش اجنبي اوروبيين من جنسيات مختلفة زادة من اوروبا سلمناها من السلطة المعنية وهو الحرس الحدودي والديوانة خاصة الحرس الحدودي الحرس الحدودي والديوانة مشكورين قاموا بأجيبهم انتزعوا منهم السلاح والدخيرة مجموعة ثانية هي دخلت يوم الاحد متكونة من 13 فرق كلهم فرنسيين وتاحت غيطاء ديبلوماسي هذا كيف كيف فما سلاح ودخيرة تعنتوا فلول باش مميعتهمش احنا زادت تعنتنا باش ناخدوا الدخيرة والاسلحة اخذينا الدخيرة والاسلحة وطواموا امنة وقد قدمت السفارة الفرنسية في تونس ووزارة الداخلية توضيحات حول خضوع فرنسيين بحوزتهم اسلحة كانوا على متن سيارات تحمل لوحات منجمية ديبلوماسية الى التفتيش في معبر راسجدير الحدودي الاحدى الماضي اذ كانت السفارة الفرنسية في تونس اكدت ان هؤلاء الفرنسيين هم فريق امني يقوم بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا بحكم الاوضاعي هناك مشيرة الى ان هذا الفريق خضع الى عملية تفتيش الروتينية منذ حلوله بالمعبر وتم جرد المعدات التي كانت بحوزته قبل ان يواصل طريقه كما بيّنت السفارة ان تنقل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية من جهته صرح وزير الداخلية هشام الفراتي على هامش زيارة اداها اليوم الثلاثاء الى ولاية مدنيين ان اجراءات امنية يتم اعتمادها عند العبور وتشمل ايضا البعثات الدبلوماسية التي تشملها اجراءات خاصة مؤكدا ان تونس تحترم الاعرافة الدبلوماسية وتسعى الى تسهيل تنقل البعثات الى بلدانها عبر ترابها او حتى ادخل التجهيزات التي تحملها وان المصالح الامنية تقوم بمهامها في المجال حسب تعبيره في موضوع اخر الان والى قفصة في متابعة لانتلاق حملة التلقيح ضد مرض الحسبة بمختلف مراكز الصحة الاساسية بالولاية لتأمين الاطفال ضد هذا المرض الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية من اكثر الامراض عدوة اقبال مهم معرفته هذه الحملة مع بدايتها من قبل المواطني نتابع قرابة اربعة الاف رضيع تتراوح اعمارهم بين ستة اشهر واحد عشر شهرا ستشملهم حملة التلقيح ضد الحسبة التي انطلقت بكل مراكز الصحة الاساسية بولاية قفصة لضمان الوقاية من الاصابة بهذا المرض عنا تقريبا ثلاث الاف وتسعمية وواحدة وخمسين حالة المفروض بش يكونوا نقوموا بتلقيحهم بالنسبة للجرعات التلقيح جبنا عشرة الاف معناها عشرة الاف جرعة مركز الصحة الاساسية بحي النور بمدينة قفصة سجل منذ انطلاق الحملة توافد المواطنين لتطعيم اطفالهم ضد الحسبة حرصا على حمايتهم ووقايتهم بديت الحملة بتاعها الحسبة منامس 15 أبريل بدو توافدوا عليها من توصلت قرابة الثلاثين ثلاثين شخص اللي عمارهم أقل من 12 شهر سمعنا هذه الحملة تلقيح الحسبة في القسرين وفي صاقص جئنا لنا بشنا نعملوا من تلقيح الوقاية من الأمر هذا والناس كل قطع هنا ناس كل معابل والناس كل شيء تلقيح فهمت وان شاء الله ربي سهل ان شاء الله عمرها عامتا وان شاء الله نشوف العباد برش عباد فهمت الناس كل شيء أعجل خايفين من المرض بتاع الحسبة الحالات اللي سجناهم تقريبا إلى حد الآن في ولاية قفصة عموما ثمانية وسبعين حالة هذا وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته يوم أمس أن الحسبة هي من أكثر الأمراض المعدية في العالم التي لا علاج شافيا لها لكن يمكن الاتقام من أعراضها بجرعتين من لقاح آمن وفعال حوادث طرقات قاتلة في كل مرة تأخذ الحياة من عاملات القطاع الفلاحية فظروف العيش القاسية وما تواجهه العاملات من فقر وخصاصة تجبر النسوة والفتيات على امتطاء شاحنات غير مهيئة وسيلة للنقل لتكون فيما بعد سببا في نهاية مأساوية لهم الصورة تأتينا من منطقة سغاس من معتمدية النظور بولاية زغوانة أين يطرح معها من جديد ملف النقل الفلاحية عدد من شاحنات غير المرخصة ولل مهيئة تأتي كل صباح إلى منطقة سغاس وعين بطوم جنوبي معتمدية النظور لنقل النسوة في ظروف سيئة عبر مسالك وعرة ومسافات طويلة قصد العمل في الحقول طفلة وشابة في مختبر العمر من منطقة سغاس توفيتا في الأيام القليلة الماضية وجرح عدد آخر في حادث شاحنة كانت تقلهم إلى العمل تجربة مقصد الكاميونة بلد آخر ومسافات طويلة ومسافات طويلة ومسافات طويلة ومسافات طويلة كاميونة ومسافات طويلة ومسافات طويلة ومسافات طويلة ومسافات طويلة وبيّن أن هناك برنامج لدعم عائلات المتضررين من الحادثة كما تحدث عن آلية للتمكين الاقتصادي لبعض النساء في هذه المناطق لا بد له من معالجة تصير على مستوى وطني بشكل أن العاملات في القطاع الفلاحي يتم نقلهم أمنين بحد أدنى من الأخطر هذا هو المطلوب صحيح سغس الشمالية فهمة غسقوية معطلة نتيجة خلال في المعدات كانت عندها جلسة في 1 فيبري 2019 استدعين فيها فنيي من دمية التنمية الفلاحية بزغوان وكذلك مسؤولي خليط إرشاد الفلاحية بزغوان ومجموعة من الفلاحين وتم تعهد بإصلاح الأعطاب والإخلالات ومعالجة الوضعية في أقرب الأوقات بالإضافة إلى ظروف النقل فإن العاملات في القطاع الفلاحي يعملن مقابل أجر زهيد ودون تغطية اجتماعية تتواصل عملية تسجيل الإسحققات الانتخابية القادمة بنسق حثيث والتي انطلقت منذ العاشر من هذا الشهر لتتواصل إلى غاية الثاني والعشرين من شهر مايا القادم وتسعى الفرق المتنقلة بولاية باجا للتحول إلى المدارس والصحة العامة للقيام بعملية التسجيل بنسق حثيث تتواصل عملية التسجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 بولاية باجا والتي انطلقت منذ يوم عشر أفريل الجاري بمعدل ألف ومائتين عمل التسجيل يوميا في مختلف المكاتب القارة والمتنقلة بالجهة انطلقت عمل التسجيل انطلاق من يوم عشر أفريل وتواصل حتى نهار 22 ماي وركزنا الفترة الأولى على المعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وإضافة إلى التنشيط بالفضاءات العامة والشوارع الرئيسية 90 عون تسجيل انتشروا على كامل الولاية لحت المواطنين وخاصة فئة الشباب حيث وقع تركيز مكاتب تسجيل بالمعاهد والكليهة إلى جانب قصر البلدية ومكتب البريد وخلال اختبارات البكالوريا رياضة بمركب بوجمع الكميتي بباجا نسبة الأقبال الحقيقة قاعدة تتقدم من يوم يوم اليوم بحكم أنه عن السوق الأسبوعية في باجا أكثر نهار تم فيه أقبال اليوم تعدي في بيلي سمعت اليوم بشي سجلوا جيت بشي نسجل وشي بمقتنع عندك تسجل وتخون بواجبك مقتنع مقتنع دي جاء نقرهوني وحب نقيد ونسجل باش ننتخب اللي نسي المقتنع بي ونشجع أي واحد من طالبه والمواطنين الكل باش يسجلوا وينتخبوا سجلت ومقتنع وباش ننتخب في الانتخابات 2019 حملة التسجيل الموسعة للاستحقاقات الانتخابية القادمة وجد انتصدن لدى عدد هام من المواطنين من فئات عمورية مختلفة من خلال عمليات تنشيط الشوارع والأماكن العامة ورصب خيام عملاقة بالشوارع الرئيسية لحث الجميع على التسجيل أو التحيين لقائمة الناخبين سجلوا عمنا وسجل كل عام نسجل مقتنع معنا شبعانا بدين نحب تونسرايذة وكهو سجعين وزيدنا عايتوا لجيراننا واصحابنا وحبابنا يسجلوا وان شاء الله رب يطيح بنا رئيس باهي لتلهاب البلاد ونحب البلاد ننظيفة وباهي ستة ألاف مسجل جديد إلى جانب ألف عملية تحيين تلك حسيلة أولية لعمليات تسجيل الناخبين بولاية باجا في انتظار المراحل القادمة والتي من المنتظر أن تستهدف فئات أخرى على غرار المرأة الريفية والعمال والموظفين وغيرهم من خلال وضع خطة متكاملة للتنقل على عين المكان لتسهيل عمليات التسجيل إلى المدينة الفاطمية المهدية في متابعة لفعاليات انطلاق ورشة عملين حول تحسين الخدمات البلدية بديرة تنظمها وزارة الشؤون البيئية بالشراكة مع برنامج تدعيم وهو يمتد على أربع سنوات ويشمل ثلاث وثلاثين بلدية في كامل الجمهورية ويهدف أساسا إلى تشخيص الإشكاليات التي تعوق العمل البلدية لتقديم البداء الاستراتيجية هي فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل الجهوية حول التحسين يزداء الخدمات البلدية والذي يندرج في إطار الشراكة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة وبرنامج دعم المسائلة والمركزية وفعاليات البلديات تدعيم البرنامج هذية يمتد على فترة أربع سنوات بما قيمته خمسين مليون دينار كما قلت يشمل ثلاثة وثلاثين بلدية في حداشن ولاية في تونس البرنامج يهدف في البداية إلى مرحلة تشخيص، تشخيص الواقع في البلديات نضر في الإشكاليات التي تتعرض لها البلديات النقاص، العرقيل، ثم بعد مرحلة التشخيص الذهاب إلى تنفيذ بعض المشاريع التي تبرمجت في البرنامج هذية تدعيم وأيضا الخروج بدليل إجراءات في عديد ميناء المجالات حتى يعامم على كافة البلديات برنامج تدعيم برنامج ممول من الوكال الأمريكي للتنمية الدولية مدته أربع سنوات يقدم المساعدة الفنية للبلدية من خلال تقمها الممثل في رئيس البلدية وأعضاء المجلس بالإضافة إلى العاملين من الفنين في البلدية لوضع خطة لتنفيذ برنامج لتحسين الخدمة هذه الورشة شهدت حضور عدد من رؤساء البلديات من مختلف الولايات التونسية من أجل تبادل وجهات النظر والأرى حول الملهجية المتبعة من طرف برنامج تدعيم برنامج تدعيم دخل معنا في العديد من الميادين وبدأ بعملية التشخيص وبعد التشخيص جلسنا معهم عديد جلسات قيمنا عملية تقييم للعديد من المجالات خاصة لمجال النظافة ومجال الإداري وكذلك الطرقات كل بلدية اخترت اختصاص تتعاطى فيه مع برنامج تدعيم بالنسبة لي نحن مثلا في سليانا اخترنا أن نعتمد في تعاوننا مع تدعيم على إعداد مخطط مديري للمرور صالح لبلدية سليانا لمدة 30 سنوات أو 50 سنوات جاية مساندة مجهودات البلديات عبر توفير خبراء وتقنيين لإيجاد وتطبيق التحسينات في الخدمات المحلية يشارك فيها مختلف الأطراف المعنية هو الهدف الذي يرمي إليه برنامج تدعيم على أمل أن تشهد البلديات في تونس نجاعة في تطبيق الحكم التشاركية مع تطوير وتحسين الخدمات المستدى للمواطن جاء في بلاغا لوزارة الشؤون الاجتماعي اليوم أنه سيتم صرف القصة الأول من المساعدات المقررة لسنة 19 و2000 بعنوان شهر رمضان وعيد الفطر لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة عملية الصرف ستكون بداية من الثانية من ماي 19 و2000 فيما يصرف القصة الثانية من هذه المساعدات والتي خصصت لها اعتمادات جملية بقيمة تناهز 20 مليون دينار قبل حلول عيد الفطر بداية من الثلاثين من ماي القادم صيحة فزع يطلقها صباح اليوم من أمام مقر ولاية اسفاقس عدد من مرتدي جمعية رعاية القاصرين عن الحركة العضوية وأوليائهم بسبب غلق المقر اشكال تم ارجعه إلى تعاطل مصالح الجمعية جراء خلاف بين رئاستها وإدارتها التفاصيل في المواكبة التالية انتفذ المعقون المنظون في جمعية رعاية القاصرين عن الحركة العضوية بعد حوالي عام من تعاطل النشاط والتكوين وبعد توقف المنحة امت محمس السادة الحمولة عدونا شمعية لهيك دورة المخلية وانت عدنا عندي ولدي هذين معاقب كل شيء وما امتلقى وما عندي حتى شيء كل شيء على الأقل يخفي شهرية من الجمعية باش نخلى بها كوش مسكروا الجمعية وقاصوا على المنحة قاصوا على المنحة والمنحة مهاش حتى من عند الحكب المنحة من عند رجال عماله كل شيء يكون شيء فعل خير عليها اشتكروا فيها الجمعية هذيك نحن نفهم عليه لانتم مشاكل الاتحادوا ما بنعرفش شكون اش نوع دخلوا الموهاق يندراني شريكوش يندراني شريتليل يندراني كالبيع عديني انتي بسرلي يندراني شناب البيع اينا المديرة معناها من نهاية الصلوحية وبديت مشاكل والكل ما صارتش جلسة عامة بسبب التعطيل والكل قعدت المشاكل متواصلة كما هيك قطو الجمعية مسكرة ما يقارب على منجواء رجعنا نخدم في المركز الخارجي مرة عنا كان جاء جميعا من زملاء انا والكل وسكروا المقر الخارجي اللي نخدم فيه لتابع جمعية القاسين الحركة العضوية طرفاء الاشكال رئيس الجمعية من جهة والذي من المفترض يكون متطوعا ومنتخبا في جلسة عامة ومن الجهة المقابلة نقابة الأعوان والإدارة احنا مطلبنا الاساسية انه يتبدل الرئيس فمتني بالنسبة للمنح راهوا البروات موجودة يجوا في أي وقت يحلوا البروات يعطيوا منح العباد ما عنا حتى مشكل ما عنا حتى مشكل ممنعنا حتى وحد بالرسم للتكوين التكوين كيف كيف راهوا احنا لفات انه زملائنا اللي هما توقعين قدام الولاية ومحتجين راهوا برواتهم محلولة احنا الحاجة الوحيدة اللي رابطين عليها باتفاق مع اتحاد الجهوي وصولة الجهوية الكل وانه السيد هذية ما عادش للوجود في جمعية القاصرين كانت شوف مركز كامل مسكر سنة تربوية وقفت من سبتمبر ثلاثة قضايا في المحاكم عليش خطر احنا رجعنا الصغار تقرأ كيران معناها بمئة وثمانين مليون مطيشين معناها مسيبين هكي كمهملين هذي الكل على خطر احنا وقفنا وقلنا له يا سي فلان راهوا عندك دوموند اعمل الجلسة عامة انتخابية ومع طول مدة الخلاف تعقدت الوضعية حتى اصاب الشلل مختلف المرافق واستحالة المعالجات الظرفية فهل من حل جذري ومعالجة شاملة ترعي مصلحة المعوقين واوليائهم اولا وفي صفحتنا الثقافية نطرح السؤال حول الهوية الثقافية هل هي مسار او مصير السؤال كان عنوانا للملتقى الدولي الادبي الذي نظمه او نظمته جمعية اصالة لسياحة الثقافية والتراث بالمهدية بمشاركة عديد اضيوف من داخل تونس ومن خارجها الاجابة في التغطية التالية الهوية الثقافية مصار او مصير هو عنوانا الملتقى الدولي الادبي الذي نظمته جمعية اصالة للسياحة الثقافية والتراث بالمهدية وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمهدية فكان الهدف وكانت الرؤية انه نستدعي العديد من المثقفين والضيوف الموجودين من لبنان تقريبا 25 مشارك من ثلاث دول دولة لبنان بامتياز باعتبار انه في عنا تعاون مع جمعية منتدى شهريات احنا في نتاق تفتح الجمعية على الخارج انتظم الملتقى هذا الدولي بالتعاون مع منتدى شهريات بلبنان واخوة من الجزائر وهذا في نتاق تفتح الجمعية وايضا تدخل الجمعية مش يكون في التعريف بالمسلك السياحي لمدينة المهدية وإلى جانب المشاركات التونسية تتفقرت هذا الملتقى عدد من الشعري والأدباء من دول عربية على غرار الجزائر والمغرب ولبنان نأتي إلى تونس فذلك لكي نكتسب من تجربة شهريات ونقدم ما اكتسبناه من تجربة شهريات إلى الإخوة الشعراء والمنتدين في هذا المنطقة الدولي تجربة ثرية جدا لكي نتبادلو ثقافات نتبادلو معناها أدب خاصة الأدب دي ما تحسوا مقصرين معاها في تونس هذه أول تجربة لإليه بتونس وأنا سعيدة وفخورة بهالتعاون المشترك التونسي اللبناني وطبعا الدول الأخرى المشاركة أنا بآمن أن همومنا الثقافية مشتركة لذلك مهم أنه التبادل الثقافي وتقبل الآخر والانفتاح الثقافي بيطرح هذا الهموم على طاولة البحث تشكل الهوية الثقافية في المغرب العربي من خلال نماذج معينة ونموذج الموروث الشعبي لأننا لدينا علاقة انفصالية تماما مع تاريخنا ولكن الشيء الوحيد الذي منزل محافظا على حياتنا على هويتنا الثقافية هو الموروث الشعبي هذا الملتقى الذي يعمل المجرفون عليه على أن يكون مناسبة لمد جسور التواصل بين المفكرين والمبدعين العرب مثل أيضا نافذة للصياحة الثقافية في تونس والتي تبقى دائما أرض اللقاء ومهد الحضارات وثقافة آخر محطتنا الإخبارية ونذكركم بأبرز عنوين النشر انطلاق حملة التلقيح ضد مرض الحزبة بمراكز الصحة الأساسية بقفصة لتأمين الأطفال ضد هذا المرض النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي سبب مباشر لعدد الحوادث القاتلة يطرح بقوة ضرورة إيجاد حلول ردعية طهط المصالح جمعية رعاية القاسرين عن الحركة العضوية باسفاقس نتيجة خلاف بين رئاستها وإدارتها يثير غضب مجموعة من ذوي الحاجيات القصوصية هذه النشرة وغيرها من الأخبار يمكنكم متابعتها على بوابة التلفزة التونسية تونسية تيفي نقطة تين ضمطم في رعاية الله وإلى اللقاء